رغم اهتمام العالم بوباء كورونا وارتفاع منسوب قلق اليمنيين مع بدء تسجيل حالات إصابة بالفيروس في اليمن إلا أن ميليشيا الحوثي لا تزال منشغلة بمطاردة حياة عشرة صحفيين مختطفين في سجونها منذ ست سنوات حيث أصدرت المحكمة الجزائية الخاضعة لميليشيا الحوثي أحكاماً بالإعدام على أربعة صحفيين واستمرار إدانة ستة آخرين وقد صدرت أحكام الإعدام والإدانة على الصحفيين العشرة دون حضور محامي الصحفيين عبد المجيد صفرة الذي دون في صفحته على فيسبوك تفاصيل الحكم الأخير ووفق المحامي فإن المحكمة أصدرت حكماً بإعدام كل من عبد الخالق عمران وأكرم الوليدي وحارس حميد وتوفيق المنصوري بينما أدانت بالحبس صلاح القاعد وهشام طرموم وهشام اليوسفي وهيثم الشياب وعصام بالغيث وحسن عناب وبقائهم تحت الرقابة لمدة ثلاث سنوات كان الحوثيون قد قاموا باختطاف الصحفيين العشرة في يونيو عام 2015 قسراً من منازلهم وأماكن عملهم واتهمت منظمات دولية الحوثي بتوجيهتها من زائفة وغير منطقية للصحفيين الذين وفق بيان سابق لمنظمة العفو واجهوا خطر الموت في السجن لمجرد قيامهم بوظائفهم وأدانت منظمات حقوقية ودولية في تقاريرها بقاء الصحفيين بمعزل عن العالم الخارجي وكشفت تلك التقارير عن حرمانهم من الرعاية الصحية وزيارة أقاربهم وتعرضهم لصنوف شتى من التعذيب الجسدي والمعنوي الجريمة الجديدة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق الصحفيين العشرة تسجل ضمن جرائمها التي لا تحصى بحق الصحفيين وهي الجرائم التي تشمل القتلى والاحتجاز القسري واستخدام بعض الصحفيين دروعاً بشرية إضافة إلى التسبب بفقدانهم لأعمالهم